تعني هذه التصريحات أن إدارة ترامب المقبلة لن تتدخل بطريقة تكلفها وهذا استمرار لما تقوم به إدارة بايدن لان لماذا؟ لأن ما يحصل هو أن المصلحة الأمريكية الكبرى الاستراتيجية تقوم الآن على تفويض الآخرين بالقيام بالمهمة وليس أن تقوم الولايات المتحدة بالمباشر بأن تتدخل وأن تدفع السمن إن كان بضحايا أمريكيين أو بلوم مباشر على الولايات المتحدة إذن دونالد ترامب يقول دعوهم يقاتلوا بعضهم ليسوا جميعهم أصدقاء لنا لا سوريا ولا روسيا ولا إيران حتى تركيا وهي حليفة طبعا في ضمن حلف شمار الأطلسي لا نثق بها كليا فخلاصة ما يقوله هو أنهم دعوهم لحلوا مشاكلهم وينتهوا من خلافاتهم ونحن نجلس في البقعة التي هي في سوريا في شرق سوريا أعتقد القوات الأمريكية باقية وهو بقى ليس مكلفا للولايات المتحدة الأمريكية أمان الولايات المتحدة مرتاحة جدا للحصار النفوذ الروسي في سوريا مرتاحة جدا وبالتالي هنا سيدة راغدة هل كل ما يجري الآن يعني واشنطن تقول أكثر من مرة ليس لها يد أو لها علاقة بما يجري هل تحركت تركيا الحليف لأمريكا وكل هذه التحركات التي تجري من دون ضوء أخضر أمريكي؟ مهم ليس بالضرورة أن يكون ضوء أخضر أو أصفر ما فعلته تركيا هو ما يناسب تركيا ولا يجعج الولايات المتحدة لماذا؟ لأن ما تقوم به تركيا يساهم في تقويد النفوذ الروسي في سوريا هذا شيء جيد للإدارة الأمريكية ولا الإدارة المقبلة ولا المصلحة الأمريكية القوية ما تقوم به تركيا هو يؤدي إلى انحصال إن لم يكن تقويد النفوذ الإيراني في سوريا وهذا يناسب الولايات المتحدة فإذن دعوهم يفعلوا ما يريدون ودعوهم حتى يتناقشوا في موضوع أستانا أنا عندي بعض المعلومات عن ما حدث في قطر الآن قبل قليل تفضلي أستاذ رغضى يا ريت تفضلي ما فهمته أنا من مسؤول تركي رفيع المستوى هنا في المنامة كان يشارك في إحدى الجلسات وقفت معه بعض الجلسة العنانية وما فهمته هو التالي أولا أن الاجتماع الثلاثي الذي حدث بعد مزراء حارجية كل من تركيا وروسية وإيران كان متوترا لم يكن اجتماعا توافقيا بالتأكيد ولكنه كان فعلا متوترا ونحن الآن نتحدث زميلة العزيزة أعتقد أنه قد بدأ الاجتماع الموسع الذي يضم لأول مرة وزراء خارجية أستان الثلاث ومع وزراء خارجية دول عربية تريد أن تكون هي جزء مما يحدث وتعتقد أن ما يحدث في سوريا يدق في عصب المصلحة القومية العربية وهذا يشمل حسب معلوماتي وزراء خارجية السعودية ومصر ودورة الإمارات العربية ولا أعرف من غير ذلك ولكن المهم أن هناك الآن كلام يصب في سخانة الاحتفاظ ببنية تحتية للنظام في سوريا بمعنى المؤسسة العسكرية بمعنى عدم انهيار الدولة في سوريا عدم انهيار الدولة في سوريا إنما ما هو مصير الرئيس بشار الأسد لا أحد يهتم بتلك الدرجة للسف ما يتم التفاهم عليه